موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأكمل الفيديو جديد معي أنا عبداللغفيص اليوم سأتكلم عن أهم المميزات والتغييرات الجديدة في نظام آيفون الجديد آيو اس 14 النظام توفر الآن بشكل تجريبي للمطورين وجالس أجربة ولكن المميزات ستكون نفسها عندما ينزل بشكل رسمي للجميع في شهر سبتمبر القادم سأتكلم عن ثلاثة شهور مع إطلاق هواتف آيفون 12 الجديدة ممكن أن تكون هناك مميزات أكثر ونتحدث عنها أكيد بوقتها قبل أن تكمل الفيديو ادعمني بالاشتراك بالقناة وفعل زر التنبيهات حتى يوصلك كل جديد وكذلك انشر هذا الفيديو بكل مكان دعونا نبدأ مع أول ميزة وهي تغيير تصميم الواجهة الأول مرة بهذا الشكل تبصر عندك الآن الوجتس أو التطبيقات المصغرة في واجهة الآيفون سابقا كانت متواجدة فقط بالشريط الجانبي لكن الآن صارت بشكل أفضل وتقدر تخصصها وأكيد أغلب التطبيقات تدعمها مستقبلا ونرى يوتيوب و تويتر وغيرها من التطبيقات تستخدم هذه الميزة والتي تعطيك وصول سريع للتطبيقات والمعلومات ممكن أن ترى الكالندر والمهام التي لديك بشكل واضح وعلى الواجهة ومركز التنبيهات تم إعادة تصميمها بشكل جديد خاصة مع دعم شكل الوجت الجديدة وتم إضافة بعض التطبيقات المصغرة حتى تكون متوفرة في مركز التنبيهات أو الإشعارات أيضا صار الآن في مكتبة التطبيقات وهذه فكرتها أنها تجمع لك التطبيقات وتقسمهم بمكان منفصل عن الواجهة وكذلك تجمع المجلدات الخاصة بالتطبيقات كذلك تقدر من الإعدادات أنك تختار أي تطبيق يتحمل جديد يأتي بالمكتبة وما يظهر لك بالواجهة وممكن برضو تنقل التطبيقات من الواجهة الرئيسية لمكتبة التطبيقات وتكون تطبيقاتك الرئيسية مثلا موجودة هنا والباقي بالمكتبة أو لو احتجت الواحد منها أتسوي بحث عنه كذلك تقدر تخفي أحد الصفحات الموجودة في الواجهة وتكون يعني تنتقل بين الواجهة ومكتبة التطبيقات وأخيرا أبل أضافت ميزة الشريط العلوي للمكالمات أو إن المكالمات يعني تظهر كإشعار فقط وما تكون شاشة كاملة مثل ما كان بالسابق فالآن لما يوصلك اتصال تقدر تكمل شغلك أو لو أنت ولا تلعب ببجي أو أي لعبة ثانية وجاءك اتصال ما رح يوقف عليك اللعب فتقدر ترد أو ترفض أو حتى تتجاهله وتكمل شغلك طبيعي كذلك سيري أصبحت الآن ما تظهر بشاشة كاملة مثل السابق وصار لها إشعار صغير وبنظام البطاقات وتقريبا صارت مثل فكرة سيري الموجودة بنظام الماك وإذا فيه الآن أي تطبيق يستخدم المايك أو الكاميرا سواء برنامج اتصال أو تطبيق دردشة أو مكالمات فيديو سيظهر لك بشريط الإشعارات نقطة برتقالية أو خضرة وفيها شعار المايك والكاميرا مع اسم التطبيق الذي يستخدمها لزيادة الخصوصية وحتى لا يكون فيه تطبيق يعمل بدون علمك أيضاً توفرت ميزة الصورة داخل صورة وهي عبارة عن فيديو عائم يكون معاك وينما رحت فمثلاً تقدر تسوي مكالمة فيستايم أو تشغل فيديو يوتيوب مثلاً كذا تظهر وتكمل شغلك في أي تطبيق ثاني وتتابع الفيديو أو المقطع بشكل طبيعي وتقدر أنك تحركها بأي مكان يناسبك على الشاشة كذلك صار فيه تطبيق للترجمة موجود مع النظام المميز أن يدعم 11 لغة منها اللغة العربية بكل تأكيد وهنا يترجم لك حتى تقدر تستخدم الترجمة المباشرة من خلال الصوت وتشغل المايك والتي يتكلم والمترجم يترجم وفيه ميزة تحميل ملفات اللغة حتى يعمل المترجم بدون انترنت ومتصفح سفاري تم تطويره وصار فيه ميزة الترجمة للصفحات كذلك صار فيه تحسين على الخصوصية والأمان ويظهر لك تقرير بالخدمات اللي تتتبعك في كل موقع وكذلك يعطيك تحذير لو استخدمت باسورد غير آمن وكذلك من مزايا الخصوصية لو أي تطبيق الآن بياخذ صلاحيات على الصور بتقدر أنك تحدد صلاحية لصورة واحدة ما تعطيه اكسس أو صلاحية على كل البوم الصور فمثلاً تطبيق لتعديل الصور ممكن تسمح له فقط ياخذ الصلاحية للوصول إلى الصورة اللي أنت قاعد اتعدلها وهذا فيه زيادة على الأمان والخصوصية وكذلك الآن فيه إمكانية لاستخدام تطبيقات الطرف الثالث ونقول تطبيقات المطورين اللي هي من غير أبل كتطبيق أساسي للبريد الإلكتروني أو كذلك المتصفح وعندنا ميزة مهمة جداً وبتسهل عملك كثير من خلال الاختصارات من قائمة تسهيل الوصول تقدر تحدد اختصار عبارة عن لمستين أو ثلاث لمسات من خلف الآيفون وتحدد الوظيفة التي تبغاها مثلاً تصوير الشاشة لللمستين وثلاث لمسات كتم الصوت أو أي خيار ثاني موجود من القائمة وتقدر تخصص أي وظيفة تحتاجها من خلال هذه الاختصارات وهذه بحر من المزايا والإضافات ونرى الإبداعات من المطورين أكيد وفي ميزة التعرف على الصوت من خيارات تسهيلات الاستخدام هنا يستخدم الآيفون الذكاء الاصطناعي حتى يتعرف على الأصوات ويعطيك تنبيه عنها ويكون مفيد الكبار السن أو أي شخص يعاني من ضعف السم والنظام يشمل تحسينات عامة على السرعة كذلك تطبيق الكاميرا ومعرض الصور وتصميم جديد لتطبيق الملاحظات وتحسين البحث عن الإموجز وكذلك مسجل الصوت وإضافة خلفيات جديدة وغيرها من المميزات التي تجعل النظام سلس واسهل المستخدم نأتي للسؤال المهم، النظام هذا يدعم أي هواتف من الآيفون وهو يدعم الآيفون من الآيفون السكس اس حتى آخر آيفون موجود وهو الآيفون إلفن والإلفن برو وكذلك الهواتف الجديدة التي تنزل تقريباً أي هاتف عليه الآن نظام iOS 11 ويوصل لتحديث iOS 14 الجديد وأسمع الأجهزة ظاهرة الآن عندك على الشاشة التي هي القائمة الكاملة للأجهزة شخصياً متحمس لهذا التحديث وأشوف أنه من زمان قبل ما قدمت تغييرات كبيرة خاصة على التصميم وكانت أغلب التحسينات السابقة إضافة مميزات للنظام وتحسين سرعة وأداء النظام وكذلك دعم صياغ ملفات وغيرها من الأمور التي أغلبها غير ظاهرة للمستخدم لكن هذا التحديث واضح أنه بيكون جميل وممتع للمستخدم وبإذن الله لو صار في أي جديد أكيد بنتكلم عنها بالفيديوهات القادمة كالعادة أعطوني رأيكم بالتعليقات ولا تنسون الاشتراك واللايك ونشر الفيديو في كل مكان وأشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة